رغم انتهاء الأشغال لأكثر من شهر كامل ما يزال نفق المقرونات بالطريق الوطني رقم واحد وستين في شطره الرابط بين بلديتي حماملوان وبقرى في البوليدة مغلقا أمام حركة السير لأسباب تبقى مجهولة لحد الساعة التينال هذا كمل ماذا بنا يفتحوه عندنا في شهر ولا شهر ونصب من يكملوا التينال ما يفتحوه عدم فتح نفق المقرونات وأمام خطورة المسلك تضاءل عدد الزوار ما أثر سلبا على تجار المدينة السياحية التي تحولت إلى مدينة خاوية على عرشها ببليخ لا ممكن عزوف سياحة على مدينة حماملوان هو الناس لما تمر على الممر الموجود على حفات الواد الناس يتخاف وممكن تساقط على الأحجار من قيمة الجبل ممكن رح يخلين إنسان ممكن يعرض ضحياته الخضر بالتالي كهين كثير منهم يحبوا شي جوايا للمشكل نحن نرى نعانو التجارة ولت نقصت بزاف كما قلوا بالنسبة بين تماطل السلطات وخطورة الطريق الوطني رقم واحد وستين يبقى سكان مدينة حماملوان السياحية يأملون في فتح نفق المقرونات وتجشينه في أقرب وقت ممكن قبل تساقط أول زخات المطر ودخولهم في عزلة تمى عن العالم الخارجي مثل ما حدث السنة الماضية